السلام عليكم وياكم زياد علي بهذا الفيديو راح نشرح اسقاطات كلمات تجع على شكل اسقاطات فأول شيء طبعا هنا نفسين الكلمات الذنية موجودة على شكل معاكسات ولكن أيضا في بعض الأحيان يجيبها على شكل اسقاطات فنجي الجملة الأولى بنطيني this math task is فراغ وبنطيني معادلة طويلة دائما الجواب الصحي هنا يكون hard يعني صعب حتى صر هذه المعادلة صعبة الجملة الثانية يقولي there are many for our websites where you can learn about lots of things وعندي كلمة boring or interesting الجواب الصح interesting حتى يصير المعنى أنه يوجد الكثير من المواقع الممتعة لتتعلم عن الأشياء الكثيرة والنقطة الثالثة يقول be careful because there are lots of for our websites طبعا هنا جواب الصح bad هو منطيني nice or bad أنا أختار bad حتى يصير المعنى كن حذر هناك الكثير من المواقع السيئة وهس النقطة الرابعة يقول my grandparents are very farang people and always try to help everyone وعندك friendly و unfriendly friendly يعني صديق أو ودود و unfriendly غير ودود الجواب الصح هو friendly حتى تصير أجدادي ودودون ودائما يساعدون الآخرين وهس النقطة الخامسة يقول this website is very farang it doesn't tell you how to make a cake وعندك helpful or unhelpful الجواب الصح هو unhelpful ليش حتى يكون المعنى أنه هذا الموقع جدا غير مساعد أو غير مفيد ولا يعلمك كيف تصنع الكعكة والنقطة السادسة يقول it is farang to put your personal information online وعندك safe or unsafe الجواب الصح هو unsafe حتى تصير المعنى أنه غير آمن أن تضع معلوماتك الشخصية على الانترنت ولهنا ننتهى الفيديو وشكرا لكم